لما رحت النادي الأهلي أول يوم دخلت فيه النادي الأهلي كان إحساسك إيه ومين أنت شفته وعملوك إزاي والكلام ده يا حضرتك كابتن إحنا برضو لما جيت أنا والمدرب بتاعي طبعاً أنت داخل النادي الأهلي فيمكن حضراتكم بتقعدوا في البتاع دوت في التراس قبل التمرينة كابتن أيوة فأنا حسيت أن أنا في فضع تاني خالص في دنيا تانية خالص كأن بالضبط أنا في حلم أول شايف كابتن مصطف عبدو حضرتك كنت داخل برضو وحيات ربنا مش كلام حضرتك كنت تبتيجي بدري وتقعد في التراس وهي وكان بقى يعني كنا بنستنى بقى طب مين اللي جاي بعده إن كابتن خطيب جاي وحاجة بقى بتبص كأنك إنت في حلم تلاقي مثلاً كابتن حسام البادري جاي بتبص برضو الناس دي يا كابتن حاجة وإنت بتشوفت النجوم دي وهي داخلة في أول وهلة كده قلت يا أنا ليه ما بقى إزاي الناس دي وهلعب معاهم ووي 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 ما أنا بقى زي ما تولي مسا كابتن قلت يا كل دا حلم كل دا وانا قاعد بقى وشايف أنا مستنى عشان نقابل كابتن مصابع صين كل دا وانا شايف بقى أقول طب أنا يوم في الأيام هبقى لعب كبير زي اللعبة دي فده اللي درست ذهني فكت مستتقل الموضوع قوي كبير لا بعيد بعيدة كابتن وبعدين إنت هتلعب في النادي الأهلي وهتلعب كمان توصل لللي وصل ليه اللعبة الكبار دولي فطبعا كان حلم بالنسبانك فكان المشور كبير وتقيل ولازم اللي يخوضه كابتن لازم مش هقول لحدك أنا ممكن أنا حدت في الصخر عشان العزيمة والإسرار والإرادة دي إن انت توصل لللي انت عايزه عشان لازم وصلتش كده بسهولة طيب قابلت كابتن صافح حسين بالزبط أول لقاء بينك وقال لك إيه كابتن صافح حسين كابتن صافح قال لي المدرسة بتاعتك خلاص بالنسبة هتبقى تقيم هنا في المانيا هتبقى لك أمورك كلها هتبقى أمور كلها خد المبلغ ده معك خد المبلغ ده معك إداني 50 جنيه 50 جنيه 50 جنيه في التمانينات أو في أول التمانينات كان مبلغ فطبعا مبلغ كتف عملت إيه بيه قال لي ده أنا رحت بقى يعني رحت هناك جبت بقى الولدي ووالدتي بقى إيه ده إيه أنت جايب إيه ده فقعدت حقه علي طبعا قلت لهم لا ده ده النادي الأهلي وخيري النادي الأهلي فطبعا جبت كابتن الحاجات دي فبقيت بقيت سعيد جدا الخمسين دي جنيه دي يا تكابتن مش هقول لحظاتك كانت إيه بالنسبالي نعم فقال لي هتعمل لك راتب كذا وخد انزل وسط البلد نديني كده زي كارت كده أنت اشتري بدلتين وقامسين ولما أخذها الشوز والحزاء وكده وكرافتتين ومن عند حسين محمود فطبعا قال لي لأ عشان في مناسبات احنا دخلينها برضو وانت تكون معاني فاتبسطت جدا يعني أنت الاستقرار بتاع دماغك اللي بتفكر فيه كله كله توفر كله توفر فحسيت إن أنا لأ ده أنا بقى لازم مش هدخولي حافظ علنا مش هحافظ ده أنا كمان لازم يعني زي ما تقول مثلا أضرب دماغي في الهيط عشان أنا أبقى لعيب لعيب صح يعني أول مباراة لعيبتها كانت مع مين أنا اتخذت من الشرقية سفرت بالباص لغاية كان فيه في شبرة المؤسسة اللي هي عند السكت كان اللي هو بتاع الأوتوبيسات أي بحط الأوتوبيس نزلت فيه وخدت كابتن أرسل قال لي خد أوتوبيس الفيوم عشان عندنا مطش في الفيوم العيد القومي حاجة زي كده ورحت على الفيوم دائرة ورحت واخد بعضي على الفيوم طبعا السفرية كبيرة فكابتن أنور قال لي هتنزل الشرط التاني أول مرة ألبست شرط النازل آلي كان إحساسك بصراحة يعني أنا جاي مبسوط ومحسيتش حتى بالطريق فيه حتى كان فيه ناس بقى يعني أتوبيس زحمة ومش عارف عد ويكاد يكون أنت بتتضرب يعني أنت أحشر نفسك في أسطوب فجاي برضو المسدقة اللي قيت ما كان قاعد فيه آآ كملت بقى للمسافة الكبيرة دي ما حسيتش أنت رايح طاير ورايح ألعب عاوز توصل وخلاص عاوز توصل وخلاص آآ فطبعا عادت كان برضو يمكن كان مطاعم ببعض لعيبة الفريل الأول أيه كمين من لعيبة الفريل الأول كانت موجودة معك؟ كان حاتم الكردي وكان برضو آآ يمكن آآ سامير وكان آآ أسام عرابي وكان أسام عباس وكان آآ برضو كان حمدا مرزوق بقى وتيسير بادوي آآ وكان آآ كابتن شريف عبد منعيم برضو كان موجود كان النشيين دول بقى؟ كان نشيين ومطاعمين بخمسة ستة من فريل الأول فروحت بقى أنا يعني هنزل الشوت التاني واللي ربنا شايفه بقى وروحت لما قعدت مع اللعبة بتاعتني للأهل أول ما وصلت وكابتن أنور ردما جايك في قسطور كده إنت كان إحساسك أن إنت حاس أن لديت سغريب ولا خلاص من دمك دمع الفرق؟ لا تحس أن إنت كابتن أنور دخلك على طول في المجموعة دي تنزلوا تسخنوا كلكم مع بعض وبعد كده في المجموعة اللي هتبدأ تستنى والمجموعة التانية بره وكمان اللعبة تحس أن إحنا إيه قريبين لبعض قوي نعم فكان فيه يمكن كان هشام فؤاد على مجد السيد على أحمد عبد المنعم حمدا مرزوق فدول تحس أن هم قربوك ليهم بسرعة مش ده بتاع الشرقية اللي إحنا اللي جاب فينا جوله ومش عارف إيه فقالك ده كان بيمسوني بلعيب من إنجلترا شبه بالزبط مين؟ مش فاكر كده كابتن فلاقيت اللعبة قريبة مني فقلت برضو دي كوي دي كويسة قوي بقى فاختصرت كتير فالحمد الله لعبت الشرط التاني ربنا قرمني وجبت جول كنا كاسبين مش عارف 2-0 وجبت جول ولعبت كويس وبس كان فيه رهبة كابتن شوية كان فيه رهبة إن أنا أول مرة تلبس شرط النادي لأيه طبعا الجمهور كمان اللي إنت كنت تبتحلم به وإنت قاعد في المدرج الدرجة الثالثة وشايف النادي الأهلي والنادي الشرقية فطبعا حاجة زي كده لا ده كله دار في دماغي وأنا في الملعب في اليوم ده وأنا جاي من الشرقية على مطش كان الفيوم الفيوم